فجاء الأمين العام كوفي عنان إلى بغداد في شباط فبراير عام 98 والتقى بالرئيس الراحل صدام حسين وجرى الاتفاق مع الأمين العام على آلية معينة يزور بمجبها المفتشون المواقع الرئاسية ولكن كان مسيرة الاستفزاز متصاعدة كان باتلر كان همه الأول هو استفزاز العراق ودفعه لاتخاذ إجراءات مضادة أو ردود فعل لكي تستثمر في الموقف ضد العراق مرة ثانية أوقف العراق عمل اللجنة الخاصة في شهر ثامن ثم أوقف عملها مرة ثانية في الشهر العاشر تدخل الأمين العام وتدخلت روسيا أعادها العراق عمل اللجنة الخاصة وباشرت عملها مرة ثانية في 14 نوفمبر 22 من عام 98 عملت لمدة شهر واحد زارت أو أجرت 300 عملية تفتيش من هذه الـ 300 عمل تفتيش كان أشارت اللجنة الخاصة أنه في خمس حالات العراق لم يتعاون معنا من 300 من 300 يعني نسبة تعاون العراق كان تزيد على 98% نعم رغم ذلك اللجنة الخاصة قالت هذا العراق لا يتعاون معنا فأمر يعني شو هذه الخمس مواقع التي تفضلت بها يعني كيف لا يتعاون العراق بعد أن 300 موقع فقط خمسة لم يتعاون ما هي طبيعة هذه المواقع لماذا لم يتعاون العراق ومن باحث من هذه المواقع مقر فرع حزب البعث في منطقة الوزيرية والعظمية نعم جاء المفتشون هذا الموقع لا علاقة له لا بالتسليح ولا بالتصنيع ملفات وغرف اجتماعات فرفض العاملون هناك دخول المفتشون دخول المفتشين هذه وحدة من الحالات ذهب المفتشون إلى مصنع يوم جمعة لا يوجد موظفون هناك لا توجد إدارة الحرس على الباب غير مخولين بإدخال جهة غريبة غير بإدخال أي عراقي لا علاقة له بالمصنع هو يوم عطلة رسمية هذه سجلت عدم تعاون فأمر باتلر جميع مفتشي اللجنة الخاصة وكذلك مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يخضعون لولاية أخرى أن يخرجوا يوم 15 كانوا الأول ديسمبر من عام 98 ذهب مباشرة إلى نيويورك قدم تقرير عدم تعاون العراق إلى كلينتون عبر السفير الأمريكي في نيويورك يوم 16 يعني لم يقدمه إلى الأمم المتحدة لم يقدمه إلى مجلس الأمن الذي هو طبعا مرتبط بمجلس الأمن نعم باتلر قدمه إلى الولايات المتحدة إلى الإدارة الأمريكية يوم 16 كان مجلس الأمن يناقش تقرير باتلر بعد أن قدمه إلى كلينتون قدمه إلى مجلس الأمن فانعقد مجلس الأمن يوم 16 لبحث التقرير فأثناء ما مجلس الأمن كان يناقش التقرير وردت الأخبار لمجلس الأمن أن طائرات الأمريكية تقصف بغداد والصواريخ تدك بغداد فشنت الولايات المتحدة آنذاك عدوانا جويا واسعا نطاق استخدمت فيها أكثر من 300 صاروخ كروز وقنابل على بغداد وعلى مصانع ومواقع تصنيعية خاضعة لنظام الرقابة التابع لللجنة الخاصة قصفته الولايات المتحدة بالصواريخ شميت بعملية ثعلب الصحراء